شكراً لأخ الرئيس هو مثال لذلك لو نتصفح التقرير بالكامل للأخ الرئيس ما رح نلاقي رأي الحكومة مثبت كتابة في هذا التقرير بالرغم من أن هذه قضية لها بعد سياسي قانوني ودستوري اللجنة الشؤون التشريعية عقدت خمس اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع رفعت كتب لاستطلاع الرأي من الجهات الحكومية ثلاث كتب ابتداء من تاريخ تسعة سبعة لذلك للأسف الجهات الحكومية المعنية ما زودت اللجنة برأيها مكتوب ليوثق في هذا التقرير وإنما في الاجتماع الأخير اللي عقد الفريق الحكومي أبدأ رأيه شفاهة وذلك بعد أن كان أكثر من عضو من هذا الفريق يؤكد أن الرأي اللي قعيقوله هو رأيه الشخصي لذلك هذه آلية غير مقبولة لأتعامل الحكومي مع القضايا التي تطرح في اللجان لو نرجع الأخ الرئيس لصفحة ثمانية نلاقي رأي وزارة العدل وقدم شفاهة في اجتماع اللجنة في الصفحة تسعة رح نلاقي أن رأي وزارة العدل اللي ثبت شفاهة أن تثور شبهة عدم دستورية الاقتراحات بقوانين الآخذة بفكرة أعمال السيادة لمرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات وهذا رأي له بعد سياسي له بعد قانوني وله بعد دستوري فكان من الأوجب أن يتم توثيقه كتابة الأخ الرئيس من الحكومة وتبعثها إلى اللجنة المعنية لذلك أنا أطلب من الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على وزراءه بضرورة رفع آراءهم مكتوبة للجان في القضايا التي تطرح للنقاش في هذه اللجان شكرا لأخ الرئيس